رصدت صحيفة الجارديان البريطانية احتفاء قادة المحيط الهادئ ونشطاء المناخ بإنشاء آلية تمويل الخسائر والأدرار في اتفاقية مؤتمر المناخ كاب 27 وسط إشادات بالرئاسة المصرية للمؤتمر في تأمين النتائج وقالت الصحيفة إن صندوق الخسائر والأدرار الذي سيوفر المساعدة المالية للدول الفقيرة المنكوبة بكوارث المناخ كان من بين أحد الطلبات الرئيسية لدول المحيط الهادئ التي تعد من بين أكثر الدول عرضة لتأثيرات أزمة المناخ لعقود خلال مفاوضات المناخ